اشتركوا في القناة هذا الخبز مناسب لشهر رمضان الكريم اتمنى اقتراح اليوم ان ينال اعجابكم ابدأ بتحضير الخميرة ثم اتركها تتفاعل نبدأ باضافة السوائل اولا نخفق جميع المكونات اضيف الدقيق الابياد تدريجيا حتى نتحصل على عجينة طرية هذه العجينة لا تحتاج الى عجن نجمعها فقط اشتركوا في القناة نتركها تختمر الى ان يتضاعف حجمها نشكل كرات متوسطة الحجم افرد الكرات بهذا الشكل افردها للمرة الثانية ثم نفها كما هو موضح في الفيديو اشتركوا في القناة اذهن الخبز بصفار البيض ثم ارشوا عليه السمسم اشتركوا في القناة 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 نترك الخبز الخبز يختمر مدة حوالي 20 دقيقة يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى يحمر الخبز أصبح جاهز وكما تعلمون لا يوجد أفضل من رائحة الخبز خبز أصبح جاهز لقد أحببت هذا الخبز فعلا أحببت الطريقة السهلة وقوام الخبز الخفيف والقطني وأكيد طعمه المميز جدا أتمنى من كل قلبي أن تجربوا هذه الوصفة سوف تحبوها والآن لم يبقى لي سوى أن أشكركم على حسن المتابعة دمتم أوفياء لعائلة طيبة والسلام عليكم